وفي ملف ثقافة افتكى اليوتيوبرز ابن ولاية وهران وليد عبدالفتاح المعروف باسم ديزاد ساميوز افتكى لقابة دورة ثامنة من مسابقة اليوتيوبرز والتي تشرف عليها منصة بودكاست أرابيا كان من بين لجنة تحكيم هذه الدورة الإعلامي بقناة ميديا مصطفى زايتين نتابع هذا التقرير بصوتها لشامس بس احكي انتظروا ما غديش نحكي علك كل البرامج وليد عبدالفتاح المعروف بديزاد ساميوز بطل الطبعة الثامنة من مسابقة اليوتيوبرز التي تشرف عليها اول منصة الكترونية تشجع المحتوى العربي بودكاست أرابيا فأتوا سبع دورات وشاركت في الدورة الثامنة وكلاسيتا في المرتبة الاولى الحمد لله وقالي شاركوا في هذه الدورة وفي الدورات المقبلة نتمنى لهم النجاح ان شاء الله انا زمان نفرد نفسي ودين تيقى في رحي بزعمة منقولك 100% 200% كيشغل على هاتي ميزك حتى انا هدي بتحاجز بطاق انا عندي تيقى في المس كيشغل نبغي خدمتي كل خطرة نقدم ونتبقى لي كومنتير تعشاب لي كومنتير تعليفان هكا في اليوتيوب كل ما زي ما يقولوا لي حاجة كومنتير نزيد نطورها في الفيديو الاخر نزيد نطورها السوجة الثالي يوم راح يهدر على المساسلات الرمضانية كتزايا أربعون مشاركا تأهل منهم ثمانية إلى نهائي بين الجد والكوميديا عالجوا موضوع البرامج التلفزيونية في شهر رمضان الفارطة فيما كان من بين لجنة تحكيم هذه الطبعة أهلا بكم يبشر المجلس العالمي بقناة نيوميديا مصطفى زيتين وتبقى مسابقة اليوتيبرز وعديد المشاريع التي يشرف عليها الكاتب والإعلامي يوسف بعلوج على غرار مسابقة قصيدة كليب الشعرية من بين أهم النوافذ الإبداعية التي تفصح المجال أمام المواهب الشابة في الجزائر وخارجها